يا ربون انيواتيو سيرو سامبي مي دا ازاي اقو عاملين اي يارب تكونوا كويسين انا سارة وانتو بتتفرجوا على درس جديد للمستوى المبتدئ في قناة ساران كوريان كرام شيزا قابشي دا خلينا نبتدي قبل ما نبدأ ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك وكمان تشتركوا في القناة ويتعلقوا على الدرس لو عندكو اي اسئلة لانهو دا اللي بيشجعني اكمل النهاردة معينا قاعدة جديدة لسه في نفس الواحدة اللي بتتكلم عن الغرض من الفعل ودرسينا النهاردة هو الفعل زائد اريو جو تعالوا نشوف استخداماتها وكمان امثلة عليها يلا جهز كشكولك وقلمك وركز معي طيب اريو جو باستخدمها عشان ابين نية او خطة المتكلم لفعل شي فالمتكلم الحاجة اللي هيعملها تكون في الجملة الثانية ليه عشان يحقق اللي تذكر في الجملة الاولى برضو بالعربي هيبقى بمعناها بغرض زي اروك حضاء وقضاء اللي خدناها الدرس لفان تعالوا نشوف الامثلة عشان الصورة تبتدي توضح لنا اول مثال عندي بيقول سهر البيريو جو ميل سي شي جانشيك وندون هيا طيب احنا قلنا ان المتكلم هيعمله هيذكر في الجملة التانية وفي الحالة دي هيكون سي شي جانشيك وندون هيا يعني كل يوم تلات ساعات طيب لتحقيق ما ذكر في الجملة الاولى الا وهو سهر البادع سهر البادع يعني يخسر الوزن يخس يعني فسأتمرن ثلاث ساعات يوميا بغرض باريو جو سهر الباريو جو بغرض خسارة الوزن ليها تتمرن في اليوم تلات ساعات سهر الباريو جو بغرض خسارة الوزن طيب تاني مسيل بيقول آنه يجي جوريو جو سمور ساسايا عملت اي سمور ساسايا بغرض اي آنه يجي جوريو جو بغرض اعطاءها لزاوغاتي اشتراي تهديا بغرض اعطاءها لزاوغاتي ففعل جودا باقا جوريو جو تالت مسيل كوپيرل تاسد جانينا باشاسايا شربت خمس اكواب من القهوة ويو لكي لا اقع في النوم او لكي لا انام بغرض عدم النوم شربت خمس كبيات قهوة بغرض تحقيق لكي لا انام اوكي تعالوا بقا نشوف التصريفات طيب الفعل لو منتهي بمتحرك او ريل او منتهي بساكن طبعا زي ما اتفقنا متحرك او ريل بتبقى ريو جو على طول ساكن ريو جو فابو دا هتبقى بوريو جو دا هتبقى موغي ريو جو طيب تعالوا نشوف امسلة اكتر منتهية بمتحرك او ريل فابو دا هتبقى ريو جو مانا دا ماناريو جو اياجيها دا اياجيها ريو جو نول دا نوريو جو بل دا بوريو جو لانه منتهي بريال بزتعمل المعاملتك انه منتهي بمتحرك و بحط بعدها ريو جو على طول على الناحية التانية افعيل منتهية بساكن جيكتا جيغريو جو ايطا ايغريو جو جاتا ججريو تتا ترريو جو جيتا بمعنى يبني هتبقى جيئريو هنا الشيط هتحزف هتبقى جيئريو جو على طول بغرض بناء دا نكون كامل قرام كاملOS ايطا و كامل baj Crawl خارجو نكون بهالجة ايطا انتق Leh خارجو ود دائما انتقضنا تستخدم مع أفعيل الحركة اللي لم تنمفق بش present منruff ينحظون في د اتتحدث , فضام luego ايطا الآ الخط لا حق فا لم ينفعش أقول يستخدم ماناأ رو كفي شابه سوو بطبيعات هنا فعل كداري دا ما ينفعش ييجي مع إره لازم تستخدم مع فعل حركة جينجو ري ماننرو كفي شابه كاي يقول ماننگوية دي الطريق الصحة اللي احنا نستخدم إره لازم يبقائها فعل حركة ولكن على العكس إر يو إر يو بتستخدم مع كل الافعل فممكن اقول جينجو ري ماننرو كفي شابه كاي يقول ماننگوية او انتظرت صديقي في الكافيشوب بغرض لقاءه يقول ماننغوية فقريتك ممكن فعل حركة او مش فعل حركة الاتنين كنتان سميدا تاني ملحوظة عندي ان ارو كدا و او دا ممكن استخدمها مع الامر والاقتراح فمسلا ممكن اقول بابل مغورو شكتاني كابشدا او كاجا اي سورة او كالكايو اي سورة من سؤال الامر والاقتراح ينفع استخدمها مع قادة رو عادي وممكن استخدم كمان الميونجون او الامر بابل مغورو شكتاني كاسيو او كارا ممكن الامر والاقتراح الاتنين صح ولكن سئر يوغو قادة النهاردة منفعش استخدم فيها ولا امر ولا اقتراح بأي سيغة من السيغ فمنفعش اقول بابل مغور يوغو شكتاني كابشدا او بابل مغورو شكتاني كاسيو الاتنين مش صح وما ينفعوش داي انتربتي عنا يا من الكوريين ما بيقولهاش بالطريقة دي عالو بقى نشوف الداهوة بتاعتنا النهاردة او المثال عندي بيقول جوغاشي يوزم هاقاني دانيا يا بتروحي الهاقان هاقان يعني ما حد لدراسة شيء معين ما حد خاص يعني دانيا يا يعني ترتادي يعني بتروحي بانتظام يلكلو ني كومبيوتر البيوريوغو حاقاني دانيغو يصايا اجل انا ارتاد المعهد اللي دراسة الكمبيوتر اتفقنا اللي هيعملو في الجملة التانية حاقاني دانيغو يصايا بغرض تحقيق الجملة الاولى كومبيوتر البيوريوغو وي حاقاني دانيغو يصايا لماذا بغرض كومبيوتر البيوريوغو تعلم الكمبيوتر تاني مثال احنا رسا متقبلين بتكلمني تاني ليه يعني كلمتك عشان عايز اسمع صوتك و اخيرا جاريوغو نوانندي جامي عنايا يعني استلقيت او تمددت بغرض النوم ولكن مش جايلي نوم و نوصي جاريوغو عشان كنت عايز انا ولكن جامي عنايا فقالو كروميان تاتتا و يوري حنجا ما شابوتايا وقرب طيب تشرب كباية لبن دافي كده وبالمناسبة مش شرط قاعدة النهاردة تبقى في نص القملة كده مش شرط اقول كامبيوتر ال باوريوغو هاقуди داني غو يسايا ممكن اجاوب السؤال دا ؟ هو بيقولي يiphام هاق وتاني يو ممكن اقوله كامبيوتر ال باوريوغو بس كده و هاتبقى اجابة لسؤال يعني ممكن باوريوغو تنتهى بها الجملة تمام كامبيوتر ال باوريوغو و دي اجابة كافية بغرض تعلم الكامبيوتر مش شرط اكمل واقول Intel Ennigoesaya وهنا نقول اشاول مكسوري عشان اسمع صوتك، من غير ما اقول Sto no isaya فماذا اثناء في اخر الجملة سنتضغربوش против la guide Pyeonggah je gani ermida يلّا حاولوا تحلوا التطبيع البسيط دا جدا في التعليقات انا اصحاحوا بنفسي 5 Desert kay experiments الدرس دا كان سهل جدا عل الرغم ان هو سهل ولكن استخدامه فكلامك primero هيفرق جدا في الطلاقة بتاعتكم ما تنسوش تدوسوا على زر لايك تشتركوا في القناة وطبعا تفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا الدروس الجديدة اول باول اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله نيوهي جا سيئة